موسيقى هذه مدينة الميادين السورية الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية وقوات الروسية ليس بعيدا عنها مدينة البوكمال التي تشهد بشكل مستمر ضربات جوية تقول التقارير أنها تستهدف الميليشيات الإيرانية هناك هذا على الضفة الغربية من نهر الفرات أما على الضفة الشرقية فسيطر لقوات من الجيش الأمريكي وقوات مجلس دير الزور العسكري المنضوي في إطار قوات سوريا الديمقراطية التواجد العسكري هنا من شرق الفرات هي قوات سوريا الديمقراطية المتمثلة بمجلس دير الزور العسكري وكرر مرة أخرى طبعا هذه القوات الموجودة هنا هي قوات مكونة من أبناء المنطقة أبناء العشار المتواجدة في هذه المنطقة لحماية مناطقهم الخريطة العسكرية المعقدة في هذه المنطقة تلقي بظلالها على المجتمع العشاري هنا وكل طرف يحاول جاهدا كسب ولاء العشار التي تمتلك الأراضي والموارد موجهة وحدة بالطرف الثاني عدة جهات أيوة فكلها تشتغل على زعزعة هذا المنطقة طبعا نحن ما أتمنى يساوون هذا الشيء أتمنى يصلحون منطقتهم ومنطقتنا لأننا نحن في جهات دولية أكبر مننا ومنهم فأتمنى أنهم ما يشتغلون أما فيه ميليشيات تشتغل بهذاك الطرف دول تشتغل بهذاك الطرف فجائنا من هذاك الطرف يعني جهات كثيرة أكثر من ثلاثة أو أربع جهات تشتغل زعزعة من هذه المنطقة القوى الوحيدة المتواجدة على ضفتين نهر هي فلول تنظيم داعش التي تستهدف الجميع دون استثناء وعلى وجه الخصوص وجهاء وشيوخ القبائل والعشار العربية الأمر الذي يدفع كل الأطراف للدعوة إلى توحيد الجهود للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي هذا ليس مجرد نهر يمر من هذا المكان إنما حد يفصل بين قوى محلية وإقليمية ودولية فهنا قوات سوريا الديمقراطية والأمريكيون على ضفة الفرات الشرقية وعلى الضفة الأخرى الروس والجيش السوري وما بين هذه القوات تنشط تحركات خلايا داعش على الجانبين هجار سيدسكا نيوز عربية ضفة نهر الفرات الشرقية مدينة دير الزور السورية